يا الله السلام عليكم شباب تحياتنا لكم طبعا خليت الكاميرا متحركة لانه الستاند ما قاعدة يرهم والسطلة حجمها شبير فما قاعدة سيطرة على زاوية التصوير عموما قبل فترة نزلت لكم باتي الروبيان اللي هو كانت التعبة مالتب نفس السطلة مالها وقلت لكم انه عندي اربع نوعيات نفس التعبة جاية وبنفس السطلة يعني انت منشوف اليوم علف مهتمين بهذا الشكل وبهالدرجة والتعبة مالتب بسطلة والاوزان مالتب صغيرة هاي سطلة تجي اربعة كيلو قول انه هذا المنتج كلش غالي وفي الشي درجة اولى هذا المنتج طبعا المنشأ مالتا ايطالي انا ما قدر اشوف لك الصورة مال الماركة حتى لاي نحسب علينا اعلان وبعدين ندخل بمشاكل ويالصف حمالتنا عموما هذا المنتج ايطالي عبارة عن باتي مالبيض وباتي فواكه مخلوط سوى الاساس مالتا الليمون كشور الليمون وهاي الترتيبات مال الليمون بالاضافة الى عشاب بالاضافة الى البيض وصفار البيض هذا يشتغل مباشر على الجلد مال الطيور وعلى الريش بشكل مباشر وبشكل ثانوي يشتغل على التغريد ورفع المناعة مال الطيور طبعا المنتج هذا صورت لكم لسبب اول وهو انه تسألون شنو الناعم اللي موجود بالخلطة وليش ما نعوف الناعم ما اقدر اعوف لك الناعم لانه قلت لك اغلب الباتيات اللي بيها شغل للطيور واللي تفيذ الطيور بيها نسبة من الناعم لانه هي المن مخصصة ما مخصصة للبلبل مخصصة للحساسين للكناري للفنشات للطيور الناعم البقية فاحنجد انسوي قاعد ناخذ هذا الباتي نخبطه ويا باقي المواد ونسوي خلطه للبلبل حتى البلبل هم نفس الحالة يستفاد منها دعونا نرى هذا الباتي سوى طبعا انا فتحت السطلة لانه قبط مالتها لسر مهر مالتها كل شي قوي حتى لا يسوي لي مشاكل والتصوير يكون اقل باوع عسانة الفاتحة ويجي قوية انتبه عليه هاي الاضافة طبعا موجودة بالخلطة رح يصير اكثر من شهر فاكو شباب عبانهم من ينزل الاضافة عبانهم اضافة جديدة لا اي اضافة انزلها لكم الاضافة هاي قديمة يعني واصل المنتج همك يلا انزلك بي اعلان حتى لا يكون تقول انا اخذت من الخلطة القديمة عموما اهنا دا شوف ليها طبعا اكو بي حبوب من شوفان بري هو مطحون ويا بس اكو مرات حبات تعبر حتش عادل حتش عادل وشوف المستوى والسايز مادة يعني بيه خشن وبيه ناعم طبعا الريحة مال الليمون في الشي ترس المكان واضح اسا هو عدكم الحبيبات مالته اللي هي صفار البيض وبياض البيض وعشاب بالاضافة الى قلت لك الليمون هو اساسي به هذا المنتج قدامكم وشغل اللخة النبه عليها الخلطة رح تجيكو بهذا الشكل يعني مو يجيك هذاك الباتي اللي شرحت لكاني يعني لأ هذاك اضافة يصير ويا خلطة السوبر ديلوكس اللي هي هسا تقريبا الباتيات اللي بيها ما شاء الله اكثر من 25 باتي وحبيبات بالاضافة الى الديدان قبل ما تستعملها تخبطها حتى المكونات الناعمة تصير ويا الخشنة ويتلازقنسوها وتطير كل من تخليله كل المكونات تجي ما يجي شي ويعوف شي هاي واحدة الاثنين حتى يوصل لك المنتج الاصلي تمتبه دائما الليابل نفس اللي يمنشور بالصفحة اوكي حتى تتأكد منه بالاضافة الى الرقم مالتنا الرقم تلقاه على العلبة فقط هذا الرقم بالاضافة تجيك العلبة امو الكيلو وياها حجل هدية هاي كل هاي شغلات تتعرف المنتج مالتنا اصلي اللي يوصل لك تحياتنا الكم وشكرا للمشاهدة